بعد أكثر من شهر ونصف على قرار إغلاق الشواطئ والأماكن العامة في دولة الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا قررت دائرة السياحة في إمارة دبي السماحة بعودة بعض الأنشطة السياحية الخارجية والأنشطة الرياضية التي تمارس في الهواء الطلق بشكل فردي وبمجموعات لا تزيد عن خمسة أشخاص لكل مجموعة خطوة إيجابية تقوم بها حكومة دبي فيما يتعلق بالأماكن التي يمكننا عمل الرياضة فيها خاصة وأننا كنا محرومين منها مع وجود فيروس كورونا ولكن الآن يمكننا القيم بذلك في الأوقات المسموحة وتأتي الشواطئ الخاصة بالفنادق ضمن النشاطات المشمولة في هذا القرار دون الشواطئ العامة على أن يتم استعمال تلك الشواطئ من نزلاء تلك الفنادق فقط وبفق الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها في هذا الإطار لا أعتقد أن وضع الوباء يسير إلى الأفضل لأن هناك المزيد من الإصابات التي تسجل كل يوم لذلك مع عمليات الإغلاق الإصابات تكون أقل لذلك مع فتح الشواطئ والأماكن السياحية يجب على الناس أن تكون أكثر وعيا بما يحدث ويلتزم بالإجراءات الصحية التي تنشرها وزارة الصحة كما نص القرار على إمكانية السماح بالأنشطة المائية بما في ذلك أنشطة تأجير قوارب النزهة والسياحة وتأجير الدراجات والدراجات المائية الجيتسكي وبعض الأنشطة المائية الأخرى شريطة أن لا تضم مجموعات كبيرة من الناس تزيد عن خمسة أشخاص لكل نشاط بالإضافة إلى استمرار منع جميع الفعالية السياحية الداخلية والحفلات عبدالله الزعبي قناة الغد دبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر